انا عايزة استأذنكم نتكلم على جانب من الجوانب قطعنا فيه شوته طريق طويل وما بنتكلمش عنه كتير لو صح الكلام معا انه هذا الجانب هو الاساس وراء صعود وتفوق الصناعة الالمانية وقدرتها الاقتصادية اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المدارس الفنية التقنية المهنية الاخير مصر عملت ايه في هذا القطاع وازاي نقدر نقول النهاردة ان احنا قطعنا شوت طويل في هذا الموضوع خليني انا ارحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا فن ازاي الصحة الحمد لله يا فن الحمد لله وحادك بالصحة والسلامة ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا شكرا جدا وانا بتخلم كنت بقول ان هذا الجانب احنا ما بنتكلمش عليه كما ينبغي وبما فيه الكفاية في حين انه الجانب ده تحديدا او الملف ده تحديدا هو الاساس وراء تفوق الصناعة الالمانية ومن ثم تفوق اقتصادها انا صح في الكلام ده ولا ببالغ لا حدتك صح ابسلوتلي صح تماما لانه الصناعة والاقتصاد عموما سوري يعني تو بي فيري فرانك يعني مش بي تبني على المهندسين الأطباء بس صح المهندس الأطباء مهمين والاقتصاديين مهمين لكن اذا لم يكن هناك القوى العاملة اللي بتساعد المهندس اللي بتساعد الزراعي اللي بتساعد الراجل اللي بتاع السياحة فالأمل في نمو الاقتصاد بالدرجة الكافية مش عالي كل مهندس بيحتاج للحصائيات بتقول بيحتاج سبعة فنيين يشتغلوا معا ده بالنسبة للصناعة وقص على ذلك بقى في الأنشطة الاقتصادية الأخرى الزراعة أو السياحة أو إلى آخره مش دايما درجة البكاليوس أو حتى درجة الدكتوراه لما الناس تاخدها يبقى أنت ضمنت أن الاقتصاد يتقدم لازم العدد الكبير من الناس اللي بيقدموا الاقتصاد هم الفنيين اللي بيساعدوا السينيور في صورة المهندسين أو أطباء أو غيره ده موجود في كل الدين وده اللي حصل في ألمانيا وحصل في الصين وحصل في كل الدول المتقدمة ومصر الحقيقة من الدول اللي فيها أمل كبير أو في حدوث تنمية اقتصادية لأنها دولة شابة من ناحية التركيبة السكانية يعني لما أقول لحضرتك مثلا أن عدد اللي بيدرسه في مدارس التربية والتعليم تعليم فني قبل جامعي توب 2.3 مليون طالب ده بالنسبة لعدد السكان واحدة من أكبر النسب في العالم وتقريبا 10% من عدد دارسين ما قبل التعليم الجامعي بشكل عام من المدارس السنوية في مصر يعني هم من ابتدائي حد ثلثة سنوية يعني ممكن أقول 10% لكن أنا بقارنهم أحسن باللي بيدرسه سنوية عامة لأن التعليم الفني قبل الجامعي هو فصول تعليم سنوي تعليم إعدادي يعني عدد أليل جدا فإحنا دايما بنقول أن 55% من اللي واخدين الإعدادية بيروحوا تعليم فني و 45% بيروحوا تعليم سنوية عامة فبالتالي العدد اللي بقوله ده أكبر من عدد الطلاب اللي بيلتحقوا بالسنوية العامة حلو جدا هل إحنا قبل كده أو بالأدقة ده يجي سؤال إحنا ما كناش مهتمين بهذا القطاع زي دلوقتي ليه بصحدتك هو من سنة 2011 أولا التعليم الفني قديم جدا في مصر محيان محمد علي لأنه محمد علي هو أول واحد أنشأ مدرسة للهندسة ومدرسة للطنق ومدرسة للصلاة البحرية لسبب بسيط جدا أنه كان عايز يبني جيش فراجل عايز يبني جيش ويدافع به عن مصر ويوسع ده درجة نحن التركية فده محتاج مدارس ومحتاج تأهيل الناس في مجالات مختلفة فاهتم بالتعليم الفني قبل ما يهتم بالتعليم الأساسي لغاية لما اكتشف أن التعليم الأساسي ضروري لكل حاجة لكن أول مدرسة عملها كانت اسمها المهندس خانة 1816 صح كلية الهندسة جميلة القاهرة دلوقتي فبالتالي التعليم الفني القديم قدرات المصريين ما هو الشعوب لها مسيمات معينة المصريين شطار في الأعمال المهنية أما تشوف اللي عملوه الفراعنة في بناء التمثيل أما تشوف تتعن خامول لابسه في رجل أخر ده من آلاف السنين ملا عمل ده ما فيه مش الجانب ناس مصري طبعا موسيقى